من جانب آخر أعرفت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابة وادروس عن إدانتها للأحداث التي تجرى حالياً في القدس وقطاع غزة من اعتداءات غاشمة تزهق أرواح بريئة وتلحق الأذى بالنساء والأطفال هذا وداهت الكنيسة جميع الأطراف إلى الاحتكام للعقل واللجوء إلى لغة الحوار والتفاوض حقناً للدماء كما أشادت بدور مصر في دعم الأشقاء الفلسطينيين إضافة إلى الجهود السياسية للتهدئة والوصول إلى حل سياسي يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ويحقق السلام